في الشأن الاقتصاد تم خلال هذا الأسبوع عرض هيئة تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا والتي تتبع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة ما هي هذا الهيكل وأهدافه نتعرف عليها في هذا التقرير إنه عصر التغيير في أوكرانيا فمن إصلاح قطاع الجمارك إلى الشرطة والقضاء وصولا إلى نظام لا مركزية التغييرات مست معظم أجهزة الدولة لكن تحقيق الأهداف ليس قريبا وللمساعدة في هذا الأمر تم إنشاء هيئة تعنى بتنفيذ هذه الإصلاحات مثل هذه الهيئة كمكتب الإصلاحات ترطي إمكانية لتحسين القدرات لتكون أكثر مهنية والحلول التي نقترحها مهمة جدا في تغيير نمط الحياة في بلدنا نحن لا نقوم بالإصلاحات من أجل الإصلاحات أعضاء مكتب تنفيذ الإصلاحات سيقومون بوضع الأولويات التي يجب على أوكرانيا التوجه نحوها حيث تعمل العديد من المكاتب والهيئات ضمن عملية الإصلاح في مختلف المجالات هذه الهيئة ستكون العنصر الرئيسي الذي يجمع كل هذه الهيئات واللجان المرحلة الأولى هم المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما الذين سيتم توجيههم في مناطق معينة والتركيز على تنفيذ الأولويات التي أنشأتها الجهات المعنية في برنامج أنشطة الحكومة للعام المقبل الشركاء الأوروبيون مستعدون لدعم أوكرانيا في إصلاح القطاع العام وغيرها من القطاعات الأخرى سواء بالمال أو بإرسال المختصين في مختلف المجالات حيث سيبدأ هؤلاء عملهم في المستقبل القريب في وزارات المالية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والسياسة الزراعية سوف نقدم أفضل الخبراء لفريق دعم الإصلاح وسوف نساعد الوزارات الرئيسة لتقديم استراتيجيات الإصلاح التي تم اعتمادها وسوف نساعد أيضا على إصلاح بنيتها التاخلية الفضل في ذلك يرجع إلى حكومات الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أصبحت جهات مانحة حيث يمكننا تخصيص ثمانية ملايين يورو بالفعل لذلك هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم أكثر من مائة مليون يورو للإصلاحات الجارية في القطاعات الحكومية حيث سيتم تقديم هذه الأموال على دفعات حتى العام 2020